مرحبا كيفكم؟ بتمنى تكونوا بعافية وخير وسلامة متابعين الغليين فيديو اليوم حنحكي فيه عن أصغر أغنياء العالم حنحكي اليوم عن اليوتيوبرز المليونير المشهور راشد بالحصة تعالوا نتعرف مع بعض عليه وشو تفاصيل حياته وشو قناته على اليوتيوب راشد بالحصة هو شاب في أول شبابه من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وهو من الناس المشهورة والمعروفة مش على مستوى الخليج باس بل على مستوى الشرق الأوسط والعالم انولد راشد في تاريخ 6-1-2002 ميلادي وعمره حاليا 19 سنة ومن يوم ميلاده وحياته رغيدة مليانة بالأشياء الخيالية والثمينة وبيتقن راشد اللغة الإنجليزية كويس راشد بالحصة من أغنى رجال الأعمال ومن أصغرهم وإلو ثروة مالية كبيرة كتير والثروة المالية الهائلة اللي بيملكها راشد كلها إجت من أبوه رجل الأعمال الملياردر المشهور سيف بالحصة أكبر مدير أعمال في الإمارات راشد بالحصة صاحب قناة ماني كيكس على اليوتيوب بيعمل بقناته مقطع فيديو وصور بيستضيف مشاهير في أكتر من المجال بمزرعته بمدينة دبي وبعرض راشد أحذية رياضية اللي بيملكها لأنه صاحب مجموعة مميزة من أحذية عالم الرياضة وفي حذاء شخصي عنده حقه أكتر من 30 ألف دولار وعنده متجر للأحذية اسمه ماني كيكس صار مشهور على مستوى العالم وعليه مبيعات كبيرة وفي معرض ماني كيكس 350 جوز من الأحذية اللي ماركتها عالمية وعامل راشد موقع للتجارة الإلكترونية بيعرض فيها أحذية وملابس عصرية وحاجات من ماركات عالمية مشهورة والزبائن بيشتريوها بمبالغ كتير غالية مش بس هيك راشد كمان عنده مجموعة شركات تجارية بتضم حوالي 20 شركة مختصة في العقارات وبيع التجزئة وصرف العملات والمجوهرات واشتغل كمان راشد بالنائل وتعليم قيادة السيارات ولقبوه بملك الطرقات لأنه مئات السيارات عليها اسمه بدوباي مزرعة راشد فيها حيوانات كتيرة ومزرعته بيجع عليها الزور من كل العالم ليشوفوا هاي الحيوانات وهاي المزرعة الضخمة من ضمن قصره واللي تصميمه مخيفه جميل جداً عند راشد سيارة من نوع فراري اشتراها بمبلغ مليون درهم إماراتي ما يعادل 260 ألف دولار أمريكي وتعتبر سيارته من أغلى السيارات على مستوى العالم وعند راشد كمان طائرة خاصة وزوارق بحرية وسيارات أشكال وألوان راشد على علاقة قوية مع كتير من المشاهير والفنانين والرياضيين على مستوى العالم والتأل راشد بالمشاهير ليوني الميسي وكريستيانو رونالدو وسلمان خان وارتبط فيهم بعلاقة مباشرة بتواصل معهم كل فترة راشد اسمه عامل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وصار أشهر من النار على العالم قناته على اليوتيوب اسمها ماني كيكس عملها راشد في تاريخ 20-6-2013 كان عمر وقتها 11 سنة وفيه بقناة ماني كيكس أكتر من 3 مليون مشترك والفيديوهات اللي بنزلها راشد حصلت على ملايين المشاهدات وبيعرض راشد فيديوهات منوعة أحياناً بتكون تسويئية لفضاعته العالمية وأحياناً بتكون عن حياته الشخصية وأغراضه الثامينة كتير أو عن أسره وبيته وممتلكاته إحساب راشد بالحصة على تطبيق الإنستجرام فيه أكتر من 2 مليون متابع وباستمرار بنزل صور شخصية على الإنستجرام صفحة راشد على الفيسبوك فيها حوالي 130 ألف متابع وصفحة راشد على تويتر فيها أكتر من 24 ألف متابع وقيمة بعض الهدايا اللي بقدمها راشد بالحصة خلال فيديوهاته على اليوتيوب وصلت في أحد المرات 140 ألف دولار وبيقدم راشد ببعض فيديوهاته مساعدات لجمعيات خيرية بهيك وصلنا لهاية الفيديو بتمنى يكون لنا الإعجابكم وما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكمال ما تنسو تابعوني على الإنستجرام حطت لكم الرابط بصندوق الوصف وبأول تعليق ومع السلامة